اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين شهدت مباراة ايجبيليا وايندهوفن الهولندي والتي حسمها الفريق الاسباني بنتيجة ثلاثة مقابل اثنين في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور الاوروبي اقتحام احد المشجعين لملعب المباراة عقب نهاية اللقاء وعقب صافرة النهاية اقتحم احد مشجعي ايجبيليا وحاول الاعتداء على ماركو ديمتروفيتش حارس ايجبيليا لكن الحارس الصربي فاجأ المقتحم بعلقة ساخنة حتى تدخل امن الملعب وانقذ المشجع من ايدي الحارس وتدخل مجموعة من لاعب ايندهوفن وزملاء في فريق ايجبيليا لتهدئة الحارس المنفعل ويسعى ايجبيليا للتتويج باللقب السابع في الدوري الاوروبي المشجع كان فاكر حاله زلمة وابا ضايق ولكن الحارس لم يقصر واجبعه ضربا الحارس قال لي زميله مين اللي جاي سبوه انا عايزه حي ايجبا اشتركوا في القناة